موسيقى مساء الخير خلال 72 ساعة الماضية مع طبعا امتداد العاصفة الشتوية الممطرة مطرة على معظم مناطق طبعا المملكة الحمد لله كان في تساقط وفيرة للأمطار أعلى نسبة هطول سجلت بعد طبعا جمع الإحصاءات في كل المملكة كانت في العاصمة عمان في منطقة مرج الحمام تحديدا تقريبا كانت كمية الأمطار سجلت أو حتى تجاوزت 120 ملي متر من الأمطار والحمد لله الآن فورا ننتقل إلى الكرك أجواء صافية كما نشاهد الآن درجة الحرارة المسجلة وحتى الملموسة تقريبا 10 درجات مئوية الأجواء طبعا هي باردة الرطوبة مرتفعة تقريبا يعني 70% أو أكثر بقليل سرعة الرياح تصل إلى 5 كيلومتر في الساعة وهذه الرياح رياح جنوبية غربية كما نشاهد هذه الأجواء إذن تبقى الليلة الأجواء صافية تماما لا تواجد على الأغلب للسحب الأجواء تبقى شديدة البرودة في المناطق الشرقية هناك احتمال حتى لتشكل السقيع في البادية الشرقية هذه الليلة بسبب تراجع درجات الحرارة في العاصمة عمان على سبيل المثال تتراجع وتستقر عند 5 درجات مئوية طبعا هناك درجات مئوية أقل مثلا جبال الشراء درجة مئوية واحدة كما نشاهد غدا هناك ارتفاع على درجات الحرارة تعود درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية الأجواء من المتوقع أن تكون مشمسة وصحوة بشكل عام خلال الفترة الصباحية ولكن مع امتداد ساعات النهار إن شاء الله هناك فرصة لتجمع كميات من السحب كما نشاهد فبالتالي فترة الظهر أو حتى العصر الأجواء من جديد ستكون غائمة ولكن بشكل جزئي كدرجات حرارة في العاصمة عمان درجة الحرارة العظمى تسجل 17 درجة مئوية الآن استعراض سريع لدرجات الحرارة إن كان الدنيا لهذه الليلة أو العظمى ليوم الغد وأبدأ من مدينة إربيت ست درجات هذه الليلة غدا 18 درجة مئوية أجواء يعني باردة ولكن شكل نسبي المفرق من درجة مئوية واحدة إلى 18 جرش 17 درجة مئوية في عجلون 4 إلى 15 إذن خلال ساعات النهار نتوقع تواجد لكميات من السحب الزرقاء 6 إلى 19 راسمونيف 3 إلى 13 درجة مئوية الصلط من 5 إلى 16 درجة أجواء باردة ولكن بشكل نسبي صوالح 4 درجات غدا ترتفع إلى 13 درجة مئوية لفحيص ترتفع إلى 16 درجة مئوية شرق عمان من 5 إلى 17 غرب عمان 4 إلى 14 الأغوار الشمالية أجواء معتدلة إن شاء الله ترتفع إلى 22 درجة مئوية مرج الحمام 3 إلى 14 منطقة مطار ملكة لأدولي 1 إلى 18 في مادبة 3 إلى 16 الليلة في البحر الميت 16 غدا ترتفع إلى 23 درجة وادي الموجب 18 الكراك 6 إلى 16 الطفيلة 4 إلى 16 درجة مئوية مرة أخرى نذكر هناك ارتفاع على درجات الحرارة تعود من جديد حول المعدلات السنوية الرشادية درجة مئوية 1 إلى 12 درجة الأغوار غور الصافي عفوا من 14 إلى 24 تقريبا أجواء طواعا دافئة الشوبك 2 15 البتراء ترتفع إلى 17 درجة مئوية في معان درجتين هذه ليلة أجواء باردة بشكل لافت رأس النقب من 4 إلى 14 الليلة في العقبة تسجل 10 درجات غدا ترتفع إلى 26 والأجواء هناك دافئة تماما نستمر وادي رم 6 إلى 22 درجة مئوية أجواء معتدلة كذلك الحال في الجفر مع تواجد طبعا للسحب كما تحدثنا تجمع السحب المتوقع أن يكون طبعا مع امتداد ساعات نهار يوم الغد الصفاوي 3 درجات فقط إلى 19 درجة مئوية نذكر مرة أخرى باحتمالية تشكل السقيع خاصة في البادية الشرقية هذه الليلة نستعرض حالة التقص خلال الأيام القادمة إذن غدا ارتفاع قليل على درجات الحرارة تعود لأجواء خماسينية منخفض خماسيني يؤثر على المملكة تعود من جديد أجواء الأتربة والغبار مع ارتفاع واضح على درجات الحرارة حتى يوم الاثنين تبقى الفرصة مهيئة لتساخط يعني زخات محلية من الأمطار ممكنها تكون طينية طبعا استقرار على الحال الجوية مع تراجع بسيط يوم الثلاثة أجواء بشكل عام يعني مناسبة خلال يومين القادمين يعني لممارسة كافة النشاطات الخارجية أشكر لكم حسن المتابعة اشتركوا في القناة